السلام عليكم أصدقائي أشاهد أو أقرأ العديد من التعليقات في قناتي تقول بأنك يجب أن تخوض مناظرة مع فلان أو فلان التعليق الأخير يقول عليك أن تخوض مناظرة مع عدنان إبراهيم أو فلان أو فلان هذا نبهني لقضية أساسية جدا وهي أن أي شخص غير متدين وليس له علاقة وطيدة بالدين أو خارج عن دائرة الدين لا يمكن لأحد أن يناظره من المتدينين المتدينون لا يناظرون أحدا إلا أنفسهم أو خصومهم في الملحدين مثلا فهم يخوضون نقاشا مع أندادهم من الملحدين أو المؤمنين من أديان ومذاهب أخرى أما أن يخوضوا نقاشا مع ناس من جهات أخرى غير دينية فهم خاسرون بشكل لا يقبل الجدل يعني مثلا عندنا إبراهيم مع احترام له وعلي جمعة والقرضاوي وغيره وغيره هؤلاء الجميع لا يصمدون أمامنا خمسة دقائق لابد أن نتحدث بهذه الدقة وبهذا الصراحة ليست مسألة لدي قدرات خارقة لا لا بالعكس هؤلاء ليست لديهم حجة دقيقة وواضحة وممكن التعويل عليها لهذا السبب هم أشبه بالسمكة هؤلاء أشبه بالسمكة لا يستطيع أن يعيش خارج المنطقة التي نشأ وترعرع فيها بهذا السبب لهذا السبب تجد رجل الدين والمتدين يعيش في خانق ضيق هو ولد كي يعيش في بيئة محددة له سلفا مجرد أن يخرج يخترق ويموت لهذا السبب هو عندما يتجادل معك يشعر بالعجز إذا كنت أنت خارج الماء الذي تعود الحياة فيها فعدنا الإبراهيم أو غيره لا يستطيع مناقشتنا ولا يستطيع الدخول في نقاش معنا على الإطلاق ولمن يقول بأنني أبالغ دعوني أرى يوما من الأيام عدنان إبراهيم خاض نقاشا مع شخص خارج البيئة الدينية التي ترعرع ونشأ فيها لا يوجد على الإطلاق ما أنا لحد عدمي يعني لم أجد يوما من الأيام هو دخل في هذا النقاش مرة واحدة أكو أشخاص مثلا مثلا تجد شخص مثل قرضاء ودخل في نقاش مع صادق جلال العظم وهذه كانت بالنسبة لهم كارثة يعني نادرا ما يتكون في هذا الجدل لكن عموما هي الفكرة أنه فكرة المناظرة هي مناظرة بين شخصين لديهما خلاف على قضية معينة كل واحد لديه توجهة لكن التوجه الديني مشكلة أنه مناظرة تقوم على أساس فالأساس ما هو الأساس أساس المنهج العلمي المنطق الفكر الفلسفة المناهج الحديثة وحتى القديمة منهج المؤتمدة فهذا الأساس لا يوجد الدين لا أساس له يجب أن نعرف هذه الحقيقة هو يدعي لديه منهز والمهج قائم على أشياء هو أيضا مختلقة الكتاب والسنة مثلا عند المسلمين المسيحين لديهم الإنجيل وما إلى ذلك وآيات الإنجيل والرسائل بولوس وهذه هيها يعني اللي شكل اليهود لديهم لكنها كلها ما لها أساس أساسها لغة لغة في لغة في لغة لكن الأساس النقاش العلمي النقاش المنهج العلمي المنهج الفكري دائما تجد لديه أسس وأسس قابلة للنقاش وقابلة للجدل وقابلة للتهديم والحفر والنقر والتحكيك والتشطيب وأيضا الدحف لكن المنهج الديني هو منهج مزيف لا علاقة وأدي حلقة خاصة بموضوع أنه العلم ليس الدين ليس علما نشرته بحلقة واحدة طويلة تقريبا ساعة وربع وقسمتها بعد ذلك إلى الزاء ممكن تتابعون هذه المسألة أخلص إلى القول أن مسألة أننا تدخل في مناظرة مع شخص مثل عدنان إبراهيم ليست قضية كبيرة هو يؤثر على الناس الذين تعودوا منذ الطفولة على سماع الآيات والعاديث وأصبحت هي جزء من يعني جزء من الإيقاع النفسي واللغوي الذي يعيشون عليه ويعملون ويتحدثون ويمارسون حياتهم ويموتون أيضا فهؤلاء متعودين على هذا النفس يعني عدنان إبراهيم مثلا مع احترامي كما قلت وعالي جمعة والشوخ ورجال الدين بيكون هما يسمون الثقافة الشعبية الثقافة الشعبية البسيطة السطحية التي لا أمق فيها هما يدعون العمق يدعون طبعا العلم ويدعون كل شيء عظيم مثل مطرف شعبي هو شنو رجل الدين هو مثقف شعبي هو هذا رجل الدين هو مثقف شعبي أخونا لك شاعر رصين وشعر مع احترامي الشعر الشعبي مثلا شعر مثلا على مستوى نخبوي مثل المتنبي مثلا لا تستدعم مقارنة بشعر محلي في منطقة محددة الشعر الشعبي هاي هي هاي ميستا ميستا أنه شعر في منطقة محددة ممكن أن يرتقي إلى أن يصبح شعر على مستوى إقليمي أوسع لكن رجل الدين هو يعني في أقصى حالاته في أعظم حالاته لا يتجاوز مستوى المثقف الشعبي هو هذا الثقافة الشعبية هو أكثر من هذا ما لا قيمة يعني فعليه عندما تأتي وتتحدث تحدثني عن عدنان أيسي يعني عدنان محدودة وأفقهم الدهني ضيق أفاقهم صغيرة جدا ولا يستطيعون الخروج لديهم مجرد بعض الحيال وبعض المنابزات حول هذه وتلك وليس لديك كذا هم يتعكزون على العلم في كلامهم ويدعون بأنهم قمة في العلم هم في الحقيقة لا يتعكزون على أي شيء يتحكزون على أشياء وهمية هو بدلا من أن يعزز أو يؤكد منطقية وصرامة الأسس التي يقوم عليها وواقيتها ويقدم البراهين عليها ماذا يفعل يغش الآخرين ويقول انظروا لديهم المناهج الأخرى منهج العلمي منهج المناهج التاريخية والفكرية والإنسانوية المعاصرة بأكملها أو حتى القديمة المنطقية فيها شكالات كثيرة طبعا فيها شكالات يعني ما الضير في هذه المسألة الحياة ما زالت مستمرة ومشاكل موجودة لكن المناهج الموجودة هذه قابلة للتغيير وكما قل التحكيك والتشطيب والدحض لكن هذا لا يناقش المناهج مارتن المناهج الكسيح الكسيف الذي لا قيم إلا بشعبيته وفرضه على الناس البسطاء الذين لا يدركون حقيقة الأمور فبالتالي عدنان إبراهيم لا يأتاش إلا على الثقافة الشعبية إلا على الناس البسطاء إلا على أنصاف المثقفين أو العارفين إلا أنصاف يعني شبه الأميين أميين ثقافيا والأميين فعلا وهي أشياتهم على هؤلاء فقط أما تريد يناظرني أوكي ربما يهزمني ما عندي مشكلة حتى إذا هزمني أنا ما عندي لكنه أعدي مشكلة إذا هزمته إذا أنا هزمت عنده مشكلة أنا خليهزمني يعني أنا ما عندي مشكلة أي واحد يريد يناظرني ويهزمني أغيرا شكرا جزيلا أنت قدمتلي فائدة وأني ربما فاتتني أشياء وأعتبرها بالعكس أعتبرها شيء عظيم هي ليست منازلة ولا منابزة القضايا الفكرية مو مجلس شخصي وكثير من الناس حتى الفترة يعني كثير من التعليقات يقول لي أنت كذا أنت كذا أنت ملحد وأنت لا ديني ما العلاقة لا باللا ديني ولا بالإلحاد ولا بالإيمان ولا بأي شيء هذه علاقة بأنه أنا أطرح أفكار وأتناور قضايا عامة المسألة ليست شخصية الذي يتعامل بهذه الأمور وأعتبره شخصية ويقول أنك تقول شيئا يكسر أو يخرج عن الأعراف السائدة وبالتالي هو يتحدث عني لا يتحدث عني الأشياء التي أناقشها القضايا الموجودة في الحياة بها آلاف الاعتراضات وآلاف الملاحظات وآلاف آلاف الطرق في التفكير والتحليل والاستنباط فعليه لا نحتاج أن نشخص الأمور دائما هي مشكلة الشعوب القطيعية التي تتعيش ضمن جماعة وضمن قطيع أو قطيع والدين والقطيع هذه الحلقات التي تحدث عنها وهذا من تعريفات للدين فهو هذا يرى بأنه أي واحد يتحدث عن موضوع فموضوع موضوع الدين مثلا موضوع الفلسفة موضوع الفكر موضوع أي موضوع كان هذا يعتبر إذا خرج عن ما تعرفت تعرف عليها فراد القطيع فهو رأس يشعر بالخطر ويشعر بأنه المسألة هناك شخص يطرح شيء مختلف عن ما يعتقد به القطيع فبالتالي هذا الشخص خطر هو ليس مهما ماذا يقول هو يقول إنه هذا القطيع يا أخوان فيه مشكلة أنه هذا الطريق الذي نسير فيه في إشكالات كثيرة وعلينا أن نعالجها هو ماذا يرى هو لا يرى ماذا لا يفهم ولا يسمع ما تقول هو يقول هناك شخص وينتبه إلى هذه القضية هذا التفصيل هو يقول هناك شخص خارج عن القطيع وهذا شخص خطر ولا يفكر بأنه هذا شخص جاي نصحك يقول لك أنه هذا الطريق الذي يسير فيه القطيع وتسير فيه الجماعة هو فيه إشكالات كثيرة بدليل كذا وكذا وكذا المفروض يطرح الموضوع للنقاش وليس يطرح الذي طرح الموضوع يعني على طاولة التكفير والتهجير والطعن والتشويه أخذ ما أقول فكرة أن أخور مناظرة مع أحدهم هي ليست فكرة لها قيمة لأننا أصلاً جميعاً لا نقف على أرض حقيقية لتصلح للمناظرة حول أي شيء والسبب لأننا شعوب ما زالت لا تمتلك أرضية ثقافية وفكرية مفهومية واضحة ودقيقة لم نصل إلى هذه المرحلة من الوعي الكافي الذي يجعلنا نرتكس إلى أشياء إلى مساحة من المواضعات الفكرية الدقيقة والصحيحة ما زلنا شعوب وثقافات قائمة على أسس تتحرك الفضاء في الغيب فلم نهبط على العرض لحد الآن نحن الشعوب لا تعرف ما هي الأرض لحد الآن وبذليل لم نقدم شيء لهذا الأرض لم نجد لحد الآن أننا حتى الغذاء والدواء من الآخرين فبالتالي هذا هو سبب لأنه ما زلنا نعيش في رهنية الغيب في عالم الغيب في عالم الميتافيزيق في عالم المورائيات فبالتالي كيف ممكن أن يكون بيني وبينك أرضية للنقاش يعني عندما أكون مقابلة شهيرة جدا بين هابر ماس والبابا مقابلة أنصاكم تتابعوها كانت هناك أرضية للنقاش الأرضية واضحة أرضية العلمانية نحن لديك رأيك لكنهم كلاهما يلتقيان على أسس واضحة في الحوار أنه قل أنا أنا أتحدث معك من خطابي الديني هذا خطاب الديني لكن ضمن الأفق الذي يجمعني معك في هذا العصر الذي يسمح لجميع طرح أفكاره واللي هو عصر علماني حسب تعبير شارلز تايلر أما هابر ماس فيطرح وجهة نظر لكن أين في أي فضاء فضاء وجهة نظر مع متدين أو غير متدين في المساحة المشتركة التي يوفرها هذا الفضاء للحوار فمعناها أكو أساس إحنا عندما نتحدث عن أساس عندك يصح أن تكون هناك مناظرة بين الجميع وبالتالي وعند ذاك أيضا راح تكون هذه المناظرة مفيدة وتقدم شيء بحقيقي لأنها كل الطرفين يقفان على أسس راسخة شكرا جزيلا وإشفال بالأمسا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا